من جانبه استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلى عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين بقصر سموه مساء السبت بحضور ولي عهده سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلى استقبل المهنئين الذين توافدوا على قصر سموه لتقديم التهاني والتبركات بحلول شهر رمضان المبارك فقد تقبل سموه التهاني والتبركات من معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع ومن الشيخ والمواطنين والمسؤولين وأبناء القبائل ورجال الأعمال والتجار والمستثمرين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية بالدولة